أشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس المزراء بمستوى التنظيم والاستضافة الذي قامت به المملكة المتحدة في إقامة قمة الناتو بكارديف عاصمة ويلز نهاية الأسبوع الماضي التي حرصت مملكة البحرين على المشاركة فيها التزاما بالإسهام في الجهود الدولية لتعزيز سبل الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب استعرض سموه خلال لقاهي بقصر الإقضيبية اليوم بحضور نجل سمو الشيح إيسى بن سلمان مع سفير المملكة المتحدة آين لينزي مسر العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الصديقين والمتابعة المستمرة بينهما لتطوير مستويات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات كما تناول اللقاء بين سموه وسفير المملكة المتحدة المستجدات الأقليمية والدولية بمختلف أوجهها من جهته عرب سفير المملكة المتحدة عن الترحيب والاعتزاز بمشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قمة النيتو مؤكد أن التقدير لدور البحرين في التعاون القيم فيما يتعلق بعمليات حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر